داروني البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون سيا والاحداث بتبدأ بواحد اسمه راغه وبيشوف صورة سيا وبيعرف مكانها وفي نفس الوقت بنلاقي سيا بتضرف في مجموعة شباب وبتدفع عن نفسها ولما بتطلع تجري بنكتشف انها بتصور مشهد سينمائي وراغه بيوصل للمكان بتاعها وبيكون مع رجالته وساعتها بيروح لابوها وبيضربه بالقلم على وشه ووقتها بتخرج سيا وبتتفاجئ اول ما بتشوفه وهو بيخدها للمطار وبتكون فقدة للوعي وبعدها بيسافروا وبيركبوا الطيارة وفي النهاية بيوصلوا لدولة تايلاند وابوها بيكلم المسئولين لكن بيعرفون بنته خرجت بره الهند والمنتج زعلان على فلوس الفيلم اللي هيخسرها وابو سيا بيقوله مفيش غير واحد هو اللي هيقدر يرجعها وساعتها بنروح لروني وبنلاقيه في مدرسة لتعليم فنون القتال ووقتها بيجله تليفون وبيكون متضايق جدا وبيوصل للمستشفى والدكتور بيبلغوا علشان سيبه ويتكلم محتاج عملية وبيهون على الطفل وبيفكر ازاي هيجيب الفلوس وبعدها بيكون لوحده والمنتج السينماية بيتكلم معاه وبيعرض عليه فلوس كتيرة مقابل ينقذ بطلة الفيلم بتاعه ولما بيوري صورتها بيتفاجئ انها سيئة وبيكون رافض يساعدها لكن بيركب الموتسيكل وعمال بيفكر في احداث حصلت في الماضي ومحتار وبيقول للمنتج اني موافق انقذها لاني محتاج للفلوس مش علشان بحبها وفعلا بيروح المطار وبنلاقي قاعد في الطيارة وعمال بيجمع في كل الاخبار والصور علشان يقدر يوصل لمكانها ووقتها بيبوصل من الشباك وبياخدنا معاه للماضي وبنروح لمحطة القطر وسيئة حطة اديها في المطر وفرحانة وفجأة المطر بيخلص وبتفضل تكلم السحاب وروني واقف وراه وعمال بيتحك عليها ولما بتلف بتتفاجئ بوجوده وبيفضل يعكس فيها وشكلها عجبته ودخلت دماغه وفي الوقت ده بترجع لامها وروني بيبص لها ومش قادر يشيل عينه من عليها وعمال يغازل فيها وساعاتها رغه بينزل من القطر وبيعدي من قدامهم وهم اللي اتنين بيبصوا على بعض وامها بتسأل عن ابوها فبتقول لها بيلعب امارك العادة وسيئة بتروح تتكلم مع روني وهو بيعرفها انه معجب بجمالها ووقتها الدنيا بتمطر في المكان وهي بتفضل ترقص وتغني وبتكون فرحانة جدا وساعاتها رغه وبيشوفها قدامه بالصدفة وبتشد ليها ولما بيحاول يتعرف عليها واحد بيمنعه علشان يمشي وفعلا بيسمع كلامه وبيقموا الرجال تويعرفوا مكان بيتها وبعدها روني وسيئة بيركبوا القطر وبتقول له مش لقيا يا ابويا فبينزل يدور عليه وبيتدح انه كان موجود معاها وبتنادي على روني علشان يرجع بسرعة وفعلا بيطلع يجري ناحيتها لكن للأسف يقع على الأرض وساعتها القطر بيمشي ويسيبه وهو زعلان علشان مش هيشوفها مرة تانية وبعدها رغه بيرجع لأبوه بياخد بركاته ولما بيكونوا على الطعام دايما بيأكلوا بأيديه وفي الوقت ده روني بيوصل للأكاديمية وأول ما بيدخل بيلاقي الناس كلها بتتدرب ووقتها بيروح للقاعة وبيقابل المعلم وبيديله رسالة من أبوه وبنعرف ان المعلم وابو روني كانوا صحاب وبيطلب يعلم ابنه للانضباط لأنه متهور وتصرفاته كلها انفعالية ولما المعلم بيتكلم معاه بيلاقي بيتحك على سنه فبيضربه وبيوقعه على الأرض وبيثبت له ان القتال عمره ما كان بالعمر ولما بيروح لأطه بيتعرف على سابه وما فيش في المكان اي وسيلة للرفاهية وبعدها سيا بنلاقيها في السوق وروني بيعدي من جنبها ومحدش بيشوف التاني ولما الدنيا بتمطر بتكون فرحانة وقفة تحتها وهو بيتفاجئ اول ما بيشوفها وبيروح يتكلم معاها وبيبني انهم معجبين ببعض ووقتها بيشاور على الفنارة علشان يروح لها لكن المطر بيقف وهي بتكون رفضة فبيقول لها لو بنحب بعض هنتقابل اول ما المطر ينزل عند الفنارة وبعدها روني بيكون مع صحابه وابو سيا بيفرد نفسه عليهم وبيستغلهم علشان يشرب خمرة على حسابهم ولما بيطلع السبح روني بيتدرب لانه كان نايم وبيخله يفضل يمسح المكان ويدرب الجرس وينفس كلامهم ويغسل كل الهدوم بتاعتهم وبيخدم على كل طلاب الاكاديمية وفي الاخر بيطبخ وبيعمل لهم الاكل وساعتها الدنيا بتمطر وهو بيكون فرحان والسيا مش مصدقة نفسها ولما بتخرج بتلاقي رغه موجود قدامها وابوها بيستقبلهم وبيدخلهم البيت وبيعرف انه عايز يتجوز بنته ووقتها بيوافق وبياخد منه الفلوس وبيوعده هتكون بتاعته لكن سيا بتكون راحة الفنارة ومستنية حبيبها وروني قاعد في الاتجاه التاني وهي مش شايفات ولما بتكلم السحاب هو بيسمعها وكالعدد بيفضل يضحك ووقتها بتشوفه وبتبدأ قصة حبوهم مع بعض وبيخرجوا في كل مكان والعلاقة بينهم بتتطور جدا وبيكونوا سعداء وساعاتها بينلاقيها مسكة خاتم وبتلبسه له في ايديه لانه بتعقبوها وغالي عليها وروني بيرجع الاكاديمية وبيكون سكران والمعلم بيشوفه وبعدها بيدربه وبيعرف انه شارب خمرة وبياخده وبيخليه بص لنفسه في المراية وبيسأله عايز تكمل تدريب ولا تسيب المكان فبيقوله محدش دربني من الاساس وساعاتها المعلم بيدربه وروني بيدافع عن نفسه بكل الحركات وبيكتشف ان كل حاجة كان بيعملها هي في الاساس تدريب وما كانش واخد باله وبيتأسف للمعلم وبياخد بركاته ومع الايام بيتدرب كتير جدا وبتبدأ حياته تتغير وبيهتم بالفنون القتالية والمعلم دايما بيساعد ووقف معاه وتاني يوم سيا بتكون مع روني في الشارع وللأسف بتشوف ابوها موجود قدامها وهو بيكون متفاجئ جدا وبيوقف توك توك وبيخليها تركبه بسرعة ولما ابوها بيتكلم معاه بيلاقيه لابس الخاتم اللي كان موجود مع بنته وبيهدده يبعد عن طريقها لكن روني بيكون رافض فبيروح يقابل راغه وبيحكي له كل اللي حصل فبيقوله هتجوز سيا حتى لو هقت الروني وساعتها ابو بيسمعه بيقوله طول ما نعايش مش هسمحلك تعمل كده ولما بيعودوا على الطعام بيأكل ابوك العادة زي كل يوم وفي الوقت ده بيبدأ المعلم يتعب وبيحاول يمسك المية لكن بيبادها عنه وبيقع على الارض وعمال بيطلع في الروح وللأسف بيموت وبيفقد الحياة وبعدها رجال ترغه بيروحوا الروني وبيقولوله الزعيم عايزك فبيقولهم استنوا شوية علشان سيبه معاه ووقتها بيمنعهم من انهم يمسكوا الطفل ولما بيكون ماشي هم بيخطفوا من قدامه فبيطلع يجري وراهم وعايز ينقص حياته باي طريقة لحد ما بيقدر يوصل لهم وبيفضلوا يلعبوا بالطفل ووقتها بيتعور في راسه فبيتحول عليهم وبيضرف فيهم ومحدش عارف يسيطر عليه وبيفضل يدور على مكانهم وعمال بيصرخ لكن بيشوفهم موجودين فوق المبنى وعايزين يموتوه فبيغبطهم بالطوبة وبيقدر ينقص حياته في اللحظة الأخيرة وبيبدأ يتخلص منهم كلهم وبيخليهم ينداموا على كل حاجة عملوها وبتسيبوا حلم للجنون وفي النهاية بيحضن سيبه وعمال بيعيط ورغوه بيوصل برجالته للمكان وبيمسك روني قدام كل الناس وبيفضل يضربه وبيباني انه ضعيف جدا قدامه ومش عارف يدافع عن نفسه وبعدها بيطلع يجري في اتجاه البنزينة بأقصى سرعة وبيمسك المسدس وبيغرقهم كلهم بالبنزين وبيكون رغوه موجود معاهم وبيعرف وقتها انه كل ده بيحصل بسبب سيئة فبيغرق هو كمان نفسه ومسك الولاعة وبيقوله لو فعلا بتحبها اكتر مني تعالى نموت علشانها وبيولع النار ورغوه بيكون خايف ومتردد وتاني يوم بيعملوا الجنازة للمعلم ولما الناس بتمشي بنلاقي روني عمال بيعيط عليه وبيوعده هيحافظ على كل حاجة تعلمها منه ووقتها الشرطة بتوصل للمكان وبتقبض عليه بسبب اللي عمله في محطة البنزين ولما بيكون في العربية الضابط بيدي التحية العسكرية الرغوه وروني بيكتشف انه ابو سيئة موجود معاه وبعدها بيخرج من الحجز وبيقابل سيئة وبيقول لها ابوكي السبب في سجني فبتقوله ازاي وهو اللي دفع كفالتك وبترفض تصدقه وساعتها بيعرفها انه هيسفر الساعة 6 ولو جات له المحطة هتثبت انها بتحبه وبعدها بيسيب المكان وبيمشي وسيئة بترجع البيت وبتكون زعلانة جدا وابوها بيقطع هدومه وبيغبط دماغه في الحيطة وبيدخل عليهم وهو مصاب وبيعرفها ان روني ضربه لما طالب منه مايسفرش ورمى الخاتم بتاعها على الارض وهي بتكون متضايقة جدا وبتحضن ابوها وعملها بتعيط وروني بيكون في المحطة ومستني سيئة لكن ما بتوصلش ليه وساعاتها بيركب القطر وبيقرر يبعد عنها وبعدها بنروح المطار وبنرجع للوقت الحاضر وروني بيوصل لدولة تايلاند وساعاتها بيركب التاكسي وعايز ينفذ مهمته ووقتها بنروح لصالة مراهنات قتلية وبنشوف واحد بيقضي على التاني وبيفوز عليه وروني بيدخل المكان وبيقرر يتحدى المقاتل واول ما بتبدأ الجولة بيقدر يفوز بحركة واحدة وبيتخلص منه بكل سهولة وبيبص في اتجاه الكاميرا وكان بيشوفه وبيصور شكله بسرعة وفي نفس الوقت اس هي فقدة للوعي ورغه بيروح لها وبيفضل يبص عليها لكن اول ما بتفوق بتبادوا عنها بسرعة وبتبدأ تدافع عن نفسها قدام كل رجالته وفي الاخر بتتدرب على رأسها وبينلاقيها مصابة وبعدها روني بيكون في بيت السواق وبيلاقي كام ورجالته بيوصلوا المكان وبيطلع يجري منهم وعايز يهرب بأي طريقة وهما بيكونوا وراه بيحاولوا يمسكوه لحد ما بيقدر يواجههم وبيدافع عن نفسه وبيفضل يدرب فيهم وبيستخدم مهراته القتالية في القضاء عليهم والتخلص منهم كلهم ولما كان بيرفع عليه المسدس بياخده منه بسرعة وبيسأله عن واحد اسمه بيجو وهو بيخاف وبيقوله على مكانه وبيروح يدرب بيجو وبيقع على الارض وبيكون مسك مراته ورافع عليها السلاح وبيسأله على مكان سيئ فبيقوله انها موجودة في المستشفى ومع ذلك بيموت مراته قدام عينيه وبعدها بيوصل للمستشفى وبيكون معاه سواء التاكسي وموجود في شنطة العربية كيم واول ما بيدخل المكان بيتنكر في زي دكتور وبيكون لابس ماسك وبيقدر يدخل لسيئة القوضة بتاعتها بكل سهولة وهي اول ما بتشوفه بتعرفه على طول وبينلاقيهم عمالين بيبصوا البعض وساعاتها بيدربوا الممرضة وبيتخلصوا منها وبيخرجوا بشكل طبيعي من القوضة وينغي بيكلم اخوه كيم وبيعرف انه مخطوف من واحد هندي وراغوه بيسمعوا وبيشك ان روني في المكان وبيطلع يجري وعايز يرحق سيئة ولما بيعدي من جنبهم بيحس بيهم وساعاتها بيرفع عليهم السلاح وعايز يمسكهم ووقتها روني بيهدد بموت سيئة وبيخليهم ينزلوا اسلحتهم كلهم وبيروح يركب الأسانسير وبيهرب منهم ولما بيخرج من المستشفى بيجروا بسرعة وبيركبوا التاكسي وبيفضلوا اضربوا عليهم نار وعايزين يموتوهم ووقتها بيفتحوا الشنطة والرصاص بيصيب كم وبعدها بيقع على الأرض واخوه بيحاول ينقزه لكن بيكون مات والتاكسي بيكسر بوابة المستشفى وراغو بيفضل يبصلهم ومش عارف يتصرف ازاي وتاني يوم سيئة بتسأل روني ليه أنقصتني فبيقول لها علشان محتاج الفلوس وما تفكرش اني جات علشانك ووقتها الدنيا بتمطر عليهم وهو بيخلع القميس وبيروح يلبسولها وساعاتها بتشوف الخاتم بتاعها موجود في ايديه وبتعرف ان ابوها ضحك عليها وفي الوقت ده بيتعطبوا مع بعض وبيحلوا سوء التفاهم اللي كان بينهم وبعدها بيقضوها رأس وأغاني وبيرجعوا من تاني وبينشوفهم سعداء ولما بيكونوا ماشيين رجالة راغوه بيدربوه على راسه وبيقدروا يسيطروا عليه وهو ضعيف جدا قدامهم ومش عارف يدفع عن نفسه وراغوه بيقوله انهايتك الرابط وبيجو بيمسك المسدس وعايز ينتقم لمراته وبعدها بيدربو بالنهر وهو بيكون مصاب ووقتها بيقع في النهر وبيفقد الحياة بيموت وسايا في حالة صدمة ومش قادرة تصدق اللي حصل وبعدها راغوه بيطلب منها تنسى الماضي وتوافق تتجوزه لكن الدنيا بتمطر في المكان وسايا بتعرفوا ان روني هيرجع ينتقم وفعلا بنلاقي روني لسه عايش وبيهجم عليهم وبيفضل يضرب في كل رجالته وبيستخدم قوته اهم حاجة ينقص حبيبته من ايديهم ويدافع عنها ولما بيشوفوه موجود في الكاميرات بيكونوا متفاجئين ازاي لسه عايش وبنكتشف ان يبيجو هو اللي ساعده علشان ما وفقش يقتل مراته وراغوه بيموته وبيتخلص منه بسبب الخيانة وبعدها روني بيكمل تحدي وبيواجهه كل رجالة راغوه ومحدش قادر يقف قدامه لحد ما بيوصل لينغ وبعد انزال كبير بيموته وبيخليه حصل اخو كم وبعدها بيقابل سيا وهي بتحضنه ومش قادر تصدق انه لسه عايش وساعاتها راغوه بيشوفهم وبيبدأوا هم اللي اتنين يتحدوا بعض لكن روني بيتدرب وبيبن فرق القوة الكبيرة اللي بينهم ومش عارف يقف قدام سرعيته في القتال ووقتها راغوه بيعرفوا انه قتل ابوه علشان يوصل لسيا وروني اول ما بيسمع كلامه وبيكون متفاجئ جدا وبيقوم وبيستجمع قوته وعنده رغبة في الانتقام وبيقول له معلمي لسه عايش وبيعمل نفس الحركات اللي تعلمها منه زمان وساعاتها بيفضل يضربه وبييندمه على كل حاجة عملها وبيبدأ يكسر في كل عظام جسمه وبيحاول ينتقم منه بقبشع الطرق اللي ممكن يستخدمها لحد ما في نهاية الامر بيقتله وبعد فترة بيرجع لاكاديمية الفنون القتالية وبيكمل مسيرة المعلم بتاعه ومن هنا بيخلص في المناه لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد